ركز خالد رضي الله عنه على الجنود المسلسلين إلى السلاسل لأن هؤلاء لو سقط بعضهم في الواقوصة دي اللي هو الخندق العميق اللي بجوار اليرمو لو سقط بعضهم في الواقوصة فإذا سقط واحد سيأسحب معه المئات فركز خالد في قتاله على هؤلاء المقيدين بالسلاسل وركز الضرب عليهم وبالفعل كان هذا في محله إذا استطاع هذه الفرقة والجيش المسلمين أن يقتلوا في هؤلاء المسلسلين وكانوا عشرات الآلاف فكان من قتل منهم يسقط في الواقوصة الخندق العميق يسقط في الواقوصة العميق فيسحب معه باقي زملائه فيسقطون في هذه الهوة السحيقة بالطبع إلى الموت فسقط الآلاف المؤلفة في الواقوصة لما رأى ترجمة نانسي قنقر